الرجال العالمي في مواجهة جد صعبة كونتر فريق الفتح الريباطي وهذا الماشاد يدخلوا فريق الرجال العالمي من أجل الانتصار ولا شيء آخر لأن الفريق كما عارفين كاملين بلي في آخر مباليات كيعيش واحد أزمة دي النتائج وخاص دروا الانتصار لفريق الفتح الريباطي باش الفريق يرد المستوى دياله ولكن هاتشي ماشي سهل نهائيا لأن في الأخير فهذا الماشادة غتواجهوا فريق اللي قوي بزفل هو فريق الفتح الريباطي وكان عفو دائما بالمواجهة تتكون بين فريق الفتح الريباطي وفريق الرجال العالمي دائما صعبة بزفل وبالخصوص على فريق الرجال العالمي لأن إذا رجعنا غير الموسم ليداز شفنا فريق الفتح الريباطي كيفاش عقد فريق الرجال وشفنا في ديك الماشادة كيفاش ننتصر على فريق الرجال العالمي بثلاثة زيرو وكذلك الموبرات كانت خارج الميدان وحاليا فريق الرجال العالمي غدواجه فريق الفتح الريباطي داخل الميدان و كننعافوا عوبتي في الموسم نددز داخل ما يدر que فريق الرجال العلمطين انتصل لفريق فتح الرباطي وكي هادتش حيده يبقى العام نددز أما هذا العام هذا كوش مبدل وكي عوبتي تجنشو القوة في فريق فتح الرباطي ربح الموسم نددز بحالته الموسم هذا ل respects سبعة ديال مباري تستطع لصفه بشيني اجمع أربعة عشر نقطة بشينة يomnو وزيدبا سبعة ديال مباري تستطع بشينتاصف حسب ربعة ديال مباري والتعادل في جوجو خصالف مباراة وحيدة اما اذا جانا شوفو اعطينا فريق الرجال العالمي حاليا في المركز السابع وكجوب اللي فريق الرجال العالمي بسبعة ديال المباراة استطاع باش يفوز ثلاثة ديال المباراة ستعدى الربعة ديال المباراة وماد الاحصائيات ديال فريق الرجال العالمي كتبين واحد الحاجة اللي مهمة بزا واللي هي مسألة سوضعف ديال الفريق في الهجوم لان كما شفنا من ناحية الاحصائيات الفريق متعادة الربعة دي للمباريات وفاد ربعة دي للمباريات الفريق ماكاش يقد باش يسجل الاهداف بزاه وزيد عطوه دي بديفا دي لفريق أضائف لانه في جامعة المقابلات دي لفريق راتي استقبل الاهداف والدرجة الواحدة المهمين بزفوا الاندفاع المبالغ في الفريق الهجوم وانه فاش يبقى للفريق بزف دي defensاحات الدفاع ودرجة نشوف فارق الفتح الرباطية يتعتبر من ديقال الفرق اللي تيستغلوا هاد الفرصة هدي بالتحديد. خصوصا طريقة لاب دي الفريق الفتح الريباطي خارج الميدان دائما كيت تتبند على الدفاع. وزيد عوتي كي اعتماد على الهجمات المرتدة. وكما كنعرفو باللي فريق الرجع اهمي فضل المباراة دي غادي يحاول هجم بكل جه ديالو. واتي يرجع باش ينتصر فضل المباراة دروري. لان الانتصار فضل المباراة دي غادي يخل الفريق عنده 16 نقطة في المركز الثالث. واكا عاوتي ادى جميع شوفه فريق الفتح الريباطي اذا انتصر غادي يرجع والموت الصدر ديال البطل الوطني برا سيد 17 نقطة. لان هاد الماشادة غادي يكون واحد الماشية الي تاكتيكي بامتياز. وهاد الماشادة غادي تقسم الجوج ديى الحالة. الحالة اللولة واللي مرتبطة بفريق الفتح الريباطي. فريق الفتح الريباطي قانت وقع با supporting المشادة غادي يكون معتملة للدفاع كلي. وكانت وقع في اللي غادي حاول مرارا واو انتكرام باش يضرب الدفاع دي الفريق الرجع العالمي بالمرتدات. وزيد عاوةين غادي يحاول يسجل احتملار كرة التابعة. وانه他們 في حالات فريق الفتح الاريباطي استجل شي هدف مبكر ولا شي هدف في الشوطt الاول. كانت وقع بلي غادي تللمش نهائيا و غادي تساله للمش بالانتصاد دي الفريق الفتح الاريباطي. اما الحالة الثانية واللي متعلقة فريق الرجال العالمي كنت توقع بلي في حالة فريق الرجال العالمي مثل الشوط الأول بالتعادل السلبي كنت توقع بلي الفريق غادي سجل إن شاء الله شي هادف الشوط الثاني وفي حالة الفريق سجل شي هادف الشوط الثاني كنت توقع بلي المشطف غادي سلي أو كنت توقع بلي هذه الحالة الوحيدة فيها فريق الرجال العالمي غادي انتصار في المباراة خاصة كنت توقع بلي اللاعبين لي الفريق هم اللي غادي يكونوا شدين كونة طول الماتش وتدعوتين الفريق غادي يكون ديره هو أكبر نسبة من الهجمات على شي خاص المهاجمين داروا يركزوا باش يسجلوا هدف بأسرع وقت وهنا كما ترافو فريق الفتح الرباطي غادي يخرج ديكس ساعة الهجوم وهنا ديكس ساعة المباراة عاد ديكس ساعة تفتح من جديد وغادي نشوفو فريق الرجل العالمي واللي متحكم بالكورة لما قمنا سيلي الفيديو هابطلقوا الموطرات وعطوني التوقع ديلكم لهذا الماتش ويلا فتاكل معكم حافظ اتحر الله